السلام عليكم متابعي ومحبي مشروع في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نرى كيف يمكنكم التخلص من المجلد موجود في هواتف الأندرويد يحجز مساحة مهمة جدا أنتم بحاجة إليها فمع هذا الشرح سوف تتمكن من توفير مساحة مهمة جدا في هاتفك فإلى التفاصيل قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة أذكرك مجددا بأن اليوم هو آخر فرصة أمامك للفوز ببرامج شركة آي سكاي سوف لأنه سوف يتم الإعلان عن الفائزين يوم غد الواحد والثلاثون من الشهر الحالي لذلك قم بالدخول إلى المسابقة من الرابط الموجود أسفل الفيديو ثم انزل إلى الأسفل واختر البرنامج الذي تريد أن تحصل عليه من الهدايا الثلاثة المقدمة أمامك واكتب اسمك ثم نظام تشغيل الذي لديك إما المارك أو الويندوز حتى يتم إصلاع البرنامج المناسب لك واكتب بريدك لأكل الإلكتروني ثم اضغط على ساب مايت بعدها مباشرة اضغط على لايك للإعجاب بصفحة الشركة لأن هناك سوف يتم الإعلان عن الفائزين حتى تعلم إذا كنت من الفائزين وقم بمشاركة المنشور الخاص بك بالضغط على شير وحظ سعيد أتمنىه لكم جميعا الآن نعود إلى موضوع حلقتنا هذه أهلا بك مجددا إذا كل ما ستجيليه هو أحد برامج أو تطبيقات إدارة الملفات سوف نستخدم في حالتنا تطبيق S-File Explorer الذي سبق أن استخدمناه في العديد من الشرحات تجد رابطه كالعادة أسفل الفيديو مباشرة بعد فتح التطبيق نذهب إلى هذه الأيقونة هنا في الأعلى ثم ننزل إلى الأسفل سوف تجد عندنا بداية هذا الخيار Show Hidden Files بمعنى إظهار الملفات المخفية نقوم بتفعيله بعدها مباشرة نذهب إلى ذاكرة الهاتف ثم ننزل إلى هنا في المجلدات نختار مجلد DCIM كما تجد معي مباشرة هنا يظهر عندنا مجلد مخفي اسمه Thumbnails بمعنى الصور المسغرة نقف عليه دارة مطولة نذهب بعد ذلك إلى Properties أو خصائص أو Properties أي أن كانت اللغة كما تجد معي هنا يعطيك عدد الملفات الموجودة في هاتفك وهنا يعطيك حجمها أنا متأكد في هاتفك أنك سوف تجد ملفات بأحجام كبيرة جدا قد تجد هنا 1 جيجا بايت أو 2 جيجا أو أكثر من ذلك هذا الهاتف فيه يعني مساحة قليلة من الصور المسغرة الموجودة فيه لأني لا أستخدمه بطبيعة الحال في حياتي الشخصية أتركه فقط للشروحات أما في حالتك أنا متأكد أنك سوف تجد هنا عدد ملفات أكبر بكثير من 73 وسوف تجد أيضا هنا في الحجم حجم كبير جدا إذن هذا هو ملف Thumbnails أو الصور المسغرة كل ما عليك فعله الآن هو حذفه والسؤال الذي قد يطرحه البعض هو هل إذا حدفت هذا الملف سوف يتم حذف الصور من جهازي والجواب هو لا صورك سوف تبقى في مكانها سوف يتم فقط حذف الصور المسغرة التي يتم تركها تلقائيا في أي جهاز سواء كان حاسوب أو هاتف أو غيره من الأجهزة التي نستخدمها إذن بعد أن تقف عليه على هذا الشكل فقط تختار Delete ثم تضغط على OK ليتم حذفه وبهذا تكون قد وفرت الكثير من المساحة في هاتفك كانت مأخودة بطريقة لا تفيدك وفي شيء غير مهم على جهازك كان هذا كل شيء في حلقتنا هذه أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى متابعة موقع مشروح والقناة الأولى أيضا حتى يصلك جديد شرحات هذا اليوم وكل الأيام هذا عبداللطيف المغربي مؤسس مشروح يشكركم على المشاهدة ويتمنى لكم كل خير